يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله يوجد في منطقة الأعظمية في بغداد غريح الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويقع القبر في جانب القبلة من اليسار خارج المسجد فهل يجوز لي أن أصلي في هذا المسجد؟ إذا كان القبر متصلا بالمسجد في أي جهة من القبلة أو غيرها متصل ما بين الأجدار فلا يجوز صلاة فيه أما إذا كان القبر مفصولا عن المسجد بفضاء أو بممر طريق فلا مانع من ذلك لأن القبر معزول عن المسجد وغير متصل